اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دالة الجيب دالة جيب التمام دالة الظل دالة قاطع التمام دالة القاطع دالة ضل التمام ومعكسات الدوال المثلثية بالنسبة لحساب المثلثات هو العلم اللي بيدرس العلاقة أو بتناول العلاقة ما بين زوايا المثلث وأضلعها والنسبة المثلثية هي مقارنة مبين ضلعين في مثلث قائم الزاوي اما الدالة المثلثية فبيتم حسابها باستخدام النسبة المثلثية لو اعتبرنا ان هناك زاوية اسمها ثيتا في مثلث قائم الزاوية هذه الزاوية الأضلع بتاعة المثلث لها مسميات مرتبطة بالزاوية نفسها طبعا اكبر ضلع في المثلث هو الضلع المقابل للزاوية القائمة وهو الوطر الوطر ده الضلع المقابل للزاوية القائمة وهذا أكبر أضلاع المثالة بالنسبة للضلع المواجه للسيتا هو المقابل المواجه للسيتا هو الضلع يمثل المقابل بينما اللي بيحصر الزاوية سيتا مع الوطر هو المجاور فيصبح في هذا المثالة الاب يمثل وطر الاسي يمثل المقابل للزاوية ثيتا الاسي بي يمثل المجاور للزاوية ثيتا في كتير من الأحيان بيكون معلومة عند ضلعين في مثلث عشان أجيب الضلع الثالث فبحتاج لنظرية فيتورس لو أنا محتاج لوطر بتربع ضلعي القائمة وتجمعهم وتأخذ الجزر التربيعي واتمم هذه العملية سريعا يا شباب أما لو محتاج ضلع قائمة فبربع الوطر وبطرح منه مربع الضلع الثاني وبحصل بعد كده على الجزر التربيعي فبعين الضلع الناقص في المسلس إذا كان هذا الضلع غير الوطر لو تناولنا مثلا زاوية سيتا في مسلس وليكن مسلس ABC خلاص تعرفنا على مسميات الأضلع بالنسبة للزاوية سيتا نتناول الآن الدوال المسلسية للزاوية سيتا داخل مثلث القائمة الزاوية أول دالة مثلثية هي سين تيتا سين بيساوي المقابل على الوطر سين سيتا هيساوي المقابل على الوطر يعني في المسلس المقابل ده شباب هيمثل AC على AB بينما كوزين سيتا بيمثل المجاور على الوطر يعني بيساوي CB على AB يبقى سين سيتا تاني يمثل مقابل على الوطر كوزين سيتا مجاور على وطر تان سيتا يساوي المقابل على المجاور يعني AC على CB في المسلس المعروض أمامنا يبقى الدوال المسلسية الثلاثة المرة الأخيرة سين مقابل على وطر كوزين مجاور على وطر تان مقابل على مجاور بالنسبة لمقلوبات الدوال المسلسية أول دالة السين مقلوبة هو كوزيك كوزيك سيتا هو مقلوب سين سيتا أما مقلوب الكوزين فهو سيك سيك سيتا هو مقلوب كوزين سيتا أما مقلوب التان فهو كوتان واختصارا بنطلق عليه ونسميه كوت كوت سيتا هو المقلوب لتان سيتا إذا كنت محتاج لأي دالة مقلوب ارجعوا هاتي الدالة الأساسية من البداية ثم هاتي النظير الضربي أو إقلب الدالة بتاعتك لكن لا تتعامل مع قواعد كتير حتى لا يحدث عندك خلط كتير طيب بالنسبة للمسلس الموجود أمامي لو حبيت أن أطلع أو أستخرج الدواء المسلسية للمسلس القائم الزاوي الأمامي فالصين هتساوي مقابل على وطر يعني صين سيتا تساوي أربعة على خمسة بينما كوزين سيتا يساوي ثلاثة على خمسة وتان سيتا هيساوي أربعة على ثلاثة هذا بالنسبة للمسلس الموجود أمامي لو احتجت مقلوب الصين فهو كوزك كوزك سيتا بيساوي خمسة على أربعة مقلوب الكوزين سيك سيك سيتا يساوي خمسة على ثلاثة وأخيرا مقلوب التان هو كوتان تيتا بيساوي ثلاثة على أربعة لو حبينا أو استعرضنا أحد الأمثلة اللي ممكن نوضح لنا القصة كاملة مسلس عند قائم الزاوية في سي مطلوب مني الدواء المسلسية 6 للزاوية سيتا وهي زاوية حد في المسلس القائم الزاوية في سي أعطيني طول الضلع المقابل للزاوية تيتا البي سي بيساوي ثمانية وطول الضلع المجاور للزاوية سيتا اللي هو الاسي بيساوي خمسة عشر مبدئيا نحاول أن نحن نضع البيانات بتاعتنا على مسلس قائم الزاوية هو قائم الزاوية في سي وعند هنا البي وعند هنا الاي هفترض أن زاوية سيتا موجودة في الرأس بالنسبة للمقابل للزاوية سيتا اللي هو البي سي هيكون طوله تمانية والمجاور هو خمسة عشر هستخدم نظرية تيتاورس لتحديد أو لتعيين الوطر محتاج الوطر يبهى أربع الضلعين وقوم بعملية جمع ثم إيجاد الجزر التربيعي لكانت العمليات عندي تاخد منه وقت طويل أو أنه ما قدرش أعمله حسابيا فممكن استخدام الآلة الحزبة هيطلع الوطر عندي الوطر هيساوي 17 سجل السبعتاش على الاب بعد كده نجيب الدول المسلسية أول دل المسلسية هي الصين الصين بتساوي لنا مقابل على وطر يعني 8 على 17 لو محتاج الكوزين يكون المجاور على الوطر يعني 15 على 17 لو محتاج مني تان تيتا فيكون المقابل على المجاور يعني 8 على 15 مقلوب الصين هو الكوزك فهنيجي على الثمانية على 17 يعني نقلب فيصير 17 على 8 محتاج مني مقلوب الكوزين سك هيكون 17 على 15 مقلوب التان كوتان هيكون مقلوب الثمانية على 15 يعني 15 على 8 فيه أحيان كتيرا أنه يعطيني دلة مسلسية لزاوية حدة في مسلس قائم ويطلب دلة مسلسية أخرى زي المثال المعروض اللي هو مسال 2 إذا كانت زاوية بي زاوية حدة في مسلس قائم الزاوية وكان سايم بي بي ساوي 5 على 8 فأوي قيمة تان بي مبدئيا هنرسم مسلس قائم الزاوية ونحدد أي زاوية فيه ولتكن أي زاوية حدة فيه ولتكن هذه الزاوية هي البي سايم بي ساوي مقابل على وطر فمعنى ذلك أنه مقابل الزاوية بي هيكون هو الخمسة والوطر اللي هو في المسلس القائم الزاوية هيكون هو التمانية أنا محتاج ضلع قائمة فهربع وأطرح هربع التمانية ناقص مربع الخمسة وبعد ما أطرح هيطلع الناتج جزر 39 39 ليس لها جزر تربيعي أو ليس لها تبسيط فبضعها كما هي هو طالب مني تان سيتا فالتان بيمثل أو بيساوي المقابل على المجاور فتان سيتا هيساوي خمسة على جزر 39 هنعمل انطقل المقام هتطلع جزر 39 كاملة فوق وهنشير علامة الجزر من تحت زي ما تعلمنا قبل ذلك في حصص القدرات مشكور لمتابعكم يا شباب والدراسة مستمرة عن بعد تعلم والزم بيتك وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر